وفد من نساء ورجال أعمال فرنسيين يشيدون بمظاهر التنمية والمنجزات السوسيو اقتصادية التي تشهدها سمارة خلال زيارة يقومون بها إلى الإقليم زيارة نظمت ضمن فعاليات الدور الرابعة للقاءات المغربية الفرنسية حول الأنشطة التنموية بالأقاليم الجنوبية للمملكة تحت شعار الخروج من الغموض تم اليوم زيارة إقليم سمارة للتعرف عن قرب على ما يزخر به هذا الإقليم من معطيات طبيعية كذلك ما يزخر به من موروث ثقافي وديني وسياحي تم تسليط الضوء على أهم ما يزخر به الإقليم من مؤهلات طبيعية بالمناسبة وقف الوفد الفرنسي على مؤهلات الإقليم والبنيات التحتية التي يتوفر عليها والقطاعات المنتجة الواعدة وفرص الاستثمار وكذا المنجزات التي تحققت في مجالات الصحة والتعليم والتكوين المهني والسكن الاجتماعي هذه الزيارة تهدف إلى تسليط الضوء على المؤهلات الاقتصادية والفلاحية والسياحية والثقافية التي تسخر بها الأقاليم الجنوبية وإماطة اللثام عن برنامج التنمية الحضرية والصناعية والسياحية الزيارة مكنت أعضاء الوفد من الاطلاع على المنجزات التي تحققت في هذه الربوع وكذا الإمكانيات التي تتوفر عليها المنطقة والتي تؤهلها لتحقيق نمو متواصل على مدى أيام هذه التظاهرة تم عقد العديد من الأنشطة تخللتها نقاشات مع ممثلي التعاونيات المحلية وما حققه المغرب من تقدم في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية كواقع ملموس بالأقاليم الجنوبية